البوليس المغربي والبوليس الجزائري في الحدود ديني بحل المافيات قيصة وقعت لي ماشي بزاف عادة هنا في 2023 في رمضان هذا اللي فت كان بقي رمضان 1-15 اليوم انا كنت مشدود في الجزائر سيهجا الوقت باش انا هم يتطلقونا منين بغاوا يتطلقونا انا نحكي لكم الاجراءات اللي وقعوا في الجزائر لان هم صوالح روتينية بالنسبة للجزائريين حواجة روتينية انك تشيل الطبيب صوالح كي يديروا معك واحد توصي كنا في غيليزان من غيليزان قلعنا مغنية البوليس احنا ايا كنا جمعوا هادوك اللي في غيليزان قال لي في النواحي كنا ربعا ديال المغاربة جايين من غيليزان ربعا ديال المغاربة جايين من غيليزان انا واحد الفاسي داري لنا المينوط وواحد الفاسي وواحد دري واحدة اخر نسيت منين داري لهم المينوطة هما وماشيين في واحد اصطافيت اصطافيت ماشي بحل اللي عندنا احنا عندو محت اصطافيت فشكل هما ما عرفتوش عدنا احنا او للا جا مركبت فيها بحلي كتوصل المحبسية القدام فيها الشيفور وفيها وحدين بالكلاش كي يسو عليك وانتايا اللور كين واحد الكورسي هكا ماشي نيشان وكين واحد الباب صغير ديك الباب ديره بحلي القرياج قرياج في واحد تقيبة صغار شتني كتفقدت شوف فيهما كالطريق كي جي كتدوخة لحقاش غي صغارين تقيبة هكا كنظن هادو كديل المحبسية ماشي كنظن متأكد ان هم ديلا بحبسية بسع ما عرفتوش كينين في المغرب ولا لا جاومي تشدت في المغرب في الحبس تشدين نفيش سوالة بسع ما فوتناش الحبس مهم ما عليناش داونا المغنية وصلنا المغنية لقينا بزاف لان احنا الحداد ابني كتحل كي اامر القنصل باش هاد المغاربة رحلوهم فهو كي في اختراء وحدة كي يرحلو وقع المغاربة اللي تمو المغاربة اللي كملوا العقوبة السجنية ديالهم عندهم احكم بالسجن فهم كي يديوهم غاربة اللي ما محبوسين ثم غاربة اللي عندهم غير غرامة مالية فهم كي يديوهم مهم اي واحد كي يديوه وصلنا للحدود بعد الحدود ديك المنطقة منوع انك تدخلها إلا ما كتش لابس كسودية للبوليس ولا تدير واحد لاكار تعلقها هنا فيها شرطي جزائري منها 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 ما يمكنكش تدخلها ولا يدخلها محابسي بحال نحن المهم وصلنا لقينا بزاف رامو كي يخوي وهادي وهران جايبة كل الولايات جايبة ناسها قبل ما نوصلوا بعدها احنا يا ربعا دينا المغاربة تعرفوا وش حال من السطافيز جاية معنا اه اعساسة علينا بلا هادك اللي يركبين فيها ثلاثة يعني بها هادك اللي يركبين فيها اربعة اربعة ببوليس صحاح بالاسلحة بكلش يعني ما عندك شفين تفنفن وبصراح هادك هو القانون لانك يخاف تخيل انت تكون واحد الجاسوس ولا شي واحد دير شي جريمة في المغرب متلا تكون قاتل في المغرب مرة ما كنتوصل لهم مش هاد المعلومات إلا كنت قاتل ولا ما قاتلش تكون قاتل في المغرب وتهرب لهم هنا هم هاد يتحملون مسؤولية ولا تكون شي ارهابي في المغرب وهارب للجزائر هم داروا الاجراءات دية لهم بحثوا عليك بقاوك ما دير والو في الجزائر ماشي نسلموك للمغرب كي يخافوا انك تكون ارهابي ما في المغرب دير شي جريمة كبيرة تهرب لهم هاد يتحملون مسؤولية لان وراقك اصلا وصلوا للمغرب وصلت غير يزلي حناية هودنا دخلنا دخلنا الوحد البيت ماشي بيت وهو المعبر الحدودي اللي مشال شي معبر حدودي شي مرة بحل القرقارات شي معبر حدودي غادي عارفو كتكون واحد صالة كبيرة صالة كبيرة وفيها بحل بيرويات بك يقولوا له البيطان فيها بيرو لتحت بحل ذاك الشكل دياله المطار فيها بيرو لتحت وبيرو فوق منو ذاك البيرو اللي فوق منو كذا ما كتعطاه الباسبور كيشدو كيكون البيسي لتحته يعني معبر الحدودي وصلنا لذاك المعبر الحدودي ريحنا تمه بقينا مريحين المغاربة كي يطلبوا الوراقين تاع المغاربة ونتاع مهم إجراءات ذاك الإجراءات ماشية كتقدة 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 كيني الناس اللي ماندومش لها كارت يدخلوهم للمغرب كي يبصموهم في المغرب وكيعودوا وردوهم لجزائر باش يتأكدوا منهم بليراهم مغاربة في المغرب إجراءات اددت وقت ولكني اددتك الوقت الصالة ذاك الساعة كتشوفها جاحيم كتكره كيكون واحد البرد كان واحد البرد والصالة كبيرة كتشوف جاحيم كتقول يا ربي فقط نوصل كتشوف الرايين تاع المغرب راها الرايين تاع الجزائرها هي ونترك مريح في ذاك السالة ذاك السالة تجمعوا فيها قائع المغاربة وكل ولاية عندهم بوليس مقابلين الحبسية لهم حنايا كانوا واحدين مشيغي حنايا قاعدك البوليس اللي تمه من قطيب خلق الله صراحة التعامل واعل كنتم واحد اوفيسيال مغناوي كيعرف وجداوي يعرف المغرب كامل وصراحة تحية له ما اعرفت اسميته صراحة اوفيسيال تحية له مغرب كيعرفو يعرف المغاربة انفوك تهضر معاه يقول لك انت منين كما صراحة ما يقدر يكون غلاب سكسوزع اوفيسيال هو شي مخابرات ولا شي حاجة يعني كي يحاول انه يجبدلك للسانك احنا عرفناه وكيجي كريه معك يبقى يهضر معك يدي معك ويجيب في الهضرة باش انه يكتشفوش انت يا ربما في غير يزال في الولاية اللي حققه معك ما عرفوش يحققه معك هو يدير لك واحد التحقيق بطريقة دكية من انت يا فين كادا مننا هادي واش هادا تعرف هادا تعرف مهم بحال هكا بحال انا يا وجدة هو كيعرف وجدة يقول لي وش تعرف سوكل في الله اه واحد سوكل في الله كادا صحيح كادا تعرفوا كادا تعرفوا كيدير معك تحقيقات بطريقة لولابية بصح تحية له مهم معاملة جوينة الناس معاملين معنا ضحك الناشاط والله كنت تحكوا مع البوليس كانوا دلاريكي كمية وكيجيبوا لهم تخان البوليس جزائريكي يجيبوا لهم تخان كمية وصلت الوقيت انت على التناش ولا احنا كنا وصلنا مع التمنيار اجراءات كتدير روتار مغربة بزاف وصلت الوقيت انت على الغداج جانا الجوع جانا الجوع صراحة جابوا لنا الغداء بصحنا ما كنتش بني جابوا الغداء المهم دلاريكي لاوه اللي حسب ما عودوا لي جابوا لهم الغداء الضحك الناشاط مع الجزائريين ما كتحشش براسك براني ولو انك محبوس ما يدري لمناش المينوت تمه كانين عساسة علينا بوليس بلاك سوى بلاو عساسة غيب ذاك اللاكارت هنا ايو يلا هذاك الأوفيسي اللي هو لي لبسك سوى جزائري مريحين كيش يخوا معنا كيتضحكوا وخاكيش يخوا معنا وكيتضحكوا ردين معنا البال لا تبقى تهرب ولا حاجة ما كيش اللي كيبعد عليك راهم جوج حداك وما كانوا كتر من جوج ولكن جوج مفيكسين حداك إلا مشوا وحدين يشوفوا الإجراءات وهذه تزوج راهم حداك بطبيعة الحال بسلاح ديالهم بشتيله هربتو الله يتخذوا معك الإجراءات المهم وصل التور ديالنا لأنه يخرجوا بالتور يخرجوا كل ولاية كتخرج بوحدها خرجت غيانا واحد من ذاك الولاية ودخلنا مع ولاية وهران ما عرفتش من ولاية هذيك لحقاش حنا كنا قلالين ولاية وهران كتز بزاف دير المغربة غليزان قليلة تم دارونا المهنوت دارونا المهنوت ماشينا دخلنا مع هادوك ركبونا في واحد طوبيس وغيزوش خلفات ركبونا في طوبيس المهم هذي غيب بروتوكولات وصيحة همارا غيزوش خلفات أرى أنا علامة المغرب ها هو أو علامة الجزيرة ها هو بروتوكول باش أنك ما عرفتش المهم تقام من حاصر في طوبيس ما تقدرش تخرج لانه إلا دارو هاكا مثلا العشرات المغاربة أو الخمستاش المغربي يقدروا واحد يهرب منا ويشتتولهم انتبه ديالهم يعني ربما هاد شاش كيش جمعوك يلا دخلونا لذيك الطوبيس يلا دي مارا وصنا ارى نقول لكم يزوج خلفات ارى أنا في المعبر الحدودي يعني قايا ما يشقاش انه يركبنا في طوبيس بحل ارى ركبنا في طوبيس يعني كما اقول لكم مغيب باش يلا دي مارا ودار صحي دار باش تخرج انتيم من اللور يعني ركبت هكا من اللور من جهة الجزيرية هو تقريبا دارو وحطكم الجيهة المغربية هذه هي القيصة اللاعرني جايلكم الجيهة المغربية فيها واحد القرياج واحدة اللاحساس الصراحة جامع حسيته وجريبة الصراحة وكترين انها توجع في الخاطر جريبة وعراء بزار الجيهة المغربية فيها واحد القرياج القرياج مشيههه كانيشان في ذاك القرياج الجهة اللي راني فيها فيها واحد الجزائري وبقى في الحلقة مني ما سلمتش على الجزائريين وقلتهم بسلا ما ادرك ما عارفت انه وش هديه وقع والله ما سلمتش لهم قلنا لهم تلاو لنا كانوا مغاربة كيدخلوا للمغرب وكعاودوا وردهم للجزائر باش ينتخدوا معهم الإجراءات حناية انا قلت ربما دين دخلوا للمغرب وعاودوا وردوني ثم ما فين جابوا الدولاري الغداو وغداوهم انا ايا كنت دخلت للمغرب المهم وصلنا الى هذه البلاسة الجزائري لابس توني ديال البوليس كسوا عند تعال البوليس الجزائريين كي لبسوا واحد كسوا زرقة زرقة باردة باردة زرقة المغاربة كي لبسوا كسوا زرقة فونسي هذا هو الفرق لبنتهم بوليسي جزائري هنايا لبسك سوا برده مثل البوليس ودير واحد الوراقي هكا كي يلغى لك مو عاد فلان صحيح كتب شي تحضر عندك كتكون بالمهنة كي يحيد لك البوليس المهنة وكي يشدك من يديك ما عرفش المهم ببروتوكولات انت ما ديش تقدر تهرب راه وشحل عسكر وشحل البوليس واحد المنظر بصعيب ان انا نشرح لكم انا كانوا اعطوني بعدها قبل هذا اللحظة ما كنتش شد التليفون ولكن ممور هاد اللحظة كان عندي التليفون وقال لي واحد تدري صور مثلوا هاد الصوالح واعين شو يتصورهم لان ربما تدخل في شي صوالح شي صوالح اني اللي صعابين بزاف هاد المعاودة اللي كان اعاودة ربما نكون انا اول واحد كان اعاودها ولكن هاد التصوير هاد الشي ما معناش وغيتش نصور من بعد المهم ما زال ما عطوني شنا التليفون ساي وصلت عند البوليسي الجزائري اعطاني التوصي ديالي مجربي لا اعطاني شو الدوسي ديالي يعطاه ل البوليسي المغربي غير الورقة اللي كتفوت بين الشرطة ما تفوت يديه بحل ذلك مثلا اعطاني الورقة هاكا يشدها لك اعطاني واحد الدوسي سنيت سنيتشي جو جراقي اعطاني واحد الجوا هذك الجوا فيه تليفون ديالي اخطيت خطوة واحدة وليت في المغرب مغرب شدوني او تاني بقوا يتحققوا انا هو معاد ولا لا صايمني شافوني انا هو معاد قالوا يزيد اولدي من هنا ايو زدت ووقفت واحد الوقفة مهم تالي مر البوليس المغربي وتعرف واحد المنظر كتشوف البوليس مغربي كي يخنزر في البوليس الجزائري والبوليس الجزائري كي يخنزر بحال ذاك الشكل عليش قلت لكم بحال المافيا كي يبعو المخديرات كي يكونوا هكا كنت شد واحدة تنفخ مثلا كنت في ذكرة اللحظة تشد تنفخ واحدة شكارة تنفخها تنفخها وتردقها يقدر يبدأ القرطاس يعني ذاك الشي غيال اسبه ووقفت واحدة شوية يبدوا يدخلوا المغربة 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 مني يكتروا شوية المغربة قال جا واحد البوليسي قالنا اخوتي اعطوا بالظهر ما تشوفوش هادشي ساي قريبنا اعطينا بالظهر شوية جمعنا احنا ذاك الجروب اللي خرجنا في ذاك الطوابس الدولنا عند المغربة داروا معناه إجراءات أو تانية واحدة آخرات تستا كورونا اجراءات بزاف بعد ما داروا معناه إجراءات ساي والمغربة أو تانية والله لا تضحك والنشاط وواحد يجي يضحك معاي واحد منا كان عندي واحد الكتاب كنت كان قررت ما تسيلون و بالصراحة شكرا بزاف الناس جزيريين اللي شراولي ذاك الكتاب لان كانت كل القنط شراولي ذاك الكتاب و جبتوا معي للمغرب و شافني واحد كنقرأ قال لي وش خلاوك تقرأ قلت له واه خلاوني نقرأ بوليسي قال لي تبارك الله و كي يهضر معايا والآداب بالصراحة لمغاربة والجزيريين تعملوا معنا احسن معاملة بصراحة اللي ما عاجبنيش هو ذاك البروتوكول و ذاك الزيار و ذاك الشرارة يعني اقول لكم الله و تشدها بواقع و شي شكارات نفخها او لا شي حاجة و اطردك هيا قدر القرطاسي بديت تسطل لك موهم واحد الشرارة غير عادية كانت منها و يربيت هديهم و هدي جربة مع مرها ما تنسالي ما صورتها و خاتوني التليفون ما هديس قدر تصور شي حاجة و انت اياه بعيد عليها تقدر تمامي ما نعرف ما عرفناش و لكن هديك خاتني منها لاني انا مشي صحافي و ما عنديش شي كارتان تاع الصحافة ما نقدرش انني ندخل لهات الصوارح ببروتوكولات متع الدولة و سيادة الدولة سوى المغربية سوى الجزائرية مستحيل انني ندير هات الخطوة شكرا بززافة للمشاهدة تهلا و فرسكم تالفيديو جديد باي مستحيل شكرا